وإحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى وإحنا بنعمل أعمال الخير وإحنا بنؤدي عبداتنا دايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى اللهم تقبل مننا أعمالنا يارب يتقبل مننا كلنا في شهر رمضان المبارك صيمنا وقيمنا وقراءة الكرآن الكريم نعرف إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى تقبل مننا يعيني جودي بالدموع وودعي شهر الصيام رمضان خلص كنا نبارح بنقول لبعض كل سنة وانتوا طيبين رمضان بكرة احنا دلوقتي بنقول كل سنة وانتوا طيبين رمضان ماشي خلاص مضت أيام رمضان يا سلام يا سريعة أيام كانت جميلة وعظيمة ومباركة لكن خلست وبسرعة مضت أيام رمضان وكأنها عشية أو ضحاها وكأنها ساعة من رمضان وكأنها ساعة من النهار مضت أيام رمضان وهي بإذن الله سبحانه وتعالى شاهدة لنا يوم القيامة بما قدمناه من صلاة وصيام وقيام وقراءة قرآن وذكر وإفطار صائمين أيام عظيمة طيبة مباركة بس خلست بسرعة زي ما احنا بنحسن استقبال شهر رمضان مطلوب مننا كمان نحسن وداع شهر رمضان لما بيجينا ضيف بنستقبله كويس وبنودعه برضو كويس الضيف لما بييجي عندنا يقول لك عيب ده أنت لازم توصله لحد باب البيت لازم توصله لحد العربي ده أنت تروح مع المطار ده لازم تقوله تقطعش الجوابات طميني ابعتلي باي باي استوديعك الله بيستحسن وداع الضيف رمضان ضيف قعد معنا 30 يوم لازم نحسن وداعه الساعتين اللي جايين دول الفترة اللي جاية دي فترة توديع ضيف خططت تودع رمضان ازاي خططت تودع الضيف ده ازاي أهم حاجة نودع بيها شهر رمضان تخيالي حضرتك الاستغفار أقول له سامحني يا رب أيون على أي تقصير على أي تقصير أه ضيف قعد عندي أنا بقول له سامحني لو أثرت معك أحسن حاجة نودع بيها شهر رمضان الاستغفار تستغفر ربنا سبحانه وتعالى ده ربنا بعد فريضة الحج مباشرة ننزل من عرفات اللي هو عرفات اللي هو يوم الحج الأكبر نستغفر ربنا نستغفر ربنا ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور الرحيم ربنا أقول لسيدنا النبي كده إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ما فيش أحسن من كده فسبح بحمد ربك و واستغفره إنه كان توابا أحلى وأعظم حاجة نودع بيها شهر رمضان إننا نستغفر اعمل كده مية استغفار خمسمية استغفار ألف استغفار في خلال ما تبقى من شهر رمضان أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله علشان لو أصرت فحاجة في شهر رمضان في يوم حسه مش مزبوط في كده حسيت إنك أسرت في إفطار صائمين شغلت إن شغلت يبقى تجبر الحكاية دي بالاستغفار رقم اتنين نحسن بيها ودع شهر رمضان صلى علاقتك بالناس أنت صمت خدت عشر على عشر مبروك صليت خدت عشر على عشر مبروك قرأت قرآن يا سيدي أفطرت صائمين طلعت زكاوتك دا ملف بينك وبين ربنا مبروك عليك لكن في ملف تاني ما أنت شواخد بلك منه ملف الناس لو مزع على الناس دي مشكلة لو مزع على أقربك ومخصمهم دي مشكلة ما أنت ممكن تيجي يوم القيامة كم من الحكاية ما يبقى شي جزء واقع أو ناقص بالزبط لأن الناس مش هتسمحك ربنا حتى لو أصرنا في حقه في شهر رمضان هيرحم تقصيرنا لكن العباد بالزبط فأحسن حاجة نحسن بيها ختام شهر رمضان مع الاستغفار أنك تصلى علاقتك بالناس خدت عشرة على عشرة في عباداتك تيجي يوم القيامة تلاقي فيه أنت طالع بملحق أنت طالع اشتشيل مادة مادة اسمها التعامل مع الناس مادة اسمها الأخلاق مادة اسمها السلح بين الناس أصلي لو أنت مزعع الحد اختم شهر رمضان وصلح دلوقتي صلحه دلوقتي علشان تاخد وسام محمدي قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام مزععلك ردي اجمع العيلة خليك سبب اجمع العيلة لم العيلة بالزبط لم العيلة لم العيلة في الأيام الكبيرة دي هو ده العمل العظيم من الصمت حلو قوي بس كمل بقى كمل وخلي الصيام ليه أثر في الحياة ليه أثر في تعاملك مع الأسرة ومع العيلة ومع الأقارب وبعدين في حاجة انت لو مزعع للناس هنا لو أنا قلت له أنا آسف وحقك علي هتجبر بخاطره هيرضى يوم القيامة هياخد حقه منك هيبقى التمن حسنات هتدفعه حسنات هياخد من رصيد حسنات بالزبط رغم ان احنا يوم القيامة هنكون في مقابل حسنة وحدة وبس علشان كده أحسن حاجة نودع بيها شهر رمضان اننا نصلى علاقتنا بالناس شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم